مرحبا أصدقائي شلونكم أتمنى تكونوا بخير أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية بهذا الفيديو رح نتكلم عن الربح من منصة بايننس أفضل الطرق للربح من منصة بايننس ليس من خلال التداول ولكن فقط من خلال تغزين العملات الرقمية هناك الكثير من الطرق للربح في منصة بايننس سنشرح طريقة تغزين العملات الرقمية اللي نقدر نستفاد من عده ونحصل على عملات إضافية يعني نزيد العملات اللي نملكها طبعا مثل ما تشوفون حاليا احنا في تطبيق منصة بايننس يعتبر تطبيق منصة بايننس من أسهل التطبيق منصة بايننس تعتبر من أفضل منصات تداول العملات الرقمية في العالم طبعا لمن مسجل في المنصة يقدر يسجل وهناك أيضا بونس رح أخلي لكم الرابط في صندوق الوصف هنا مثل ما تشوفون في الشاشة عندنا أرباح نروح على الأرباح عندنا هاي المنتجات المحمية عندنا عملة STK عندنا XRB عندنا BMP BUSDT هاي كل هذه العملات اللي تطيق النسب من المكافآت والأرباح المختلفة نروح على عملة STK نضغط عليها عندنا مرن الكسب المرن هو في أي وقت تقدر تخزن عملاتك وتقدر تسحب عملاتك في أي وقت وتأخذ أرباحك أيضا طبعا الأرباح تكون 1.55 أرباح جدا قليلا لأن تقدر تسحب عملاتك وتسحب أرباحك في أي وقت أما المحجوز على سبيل المثال 90 يوم الكسب البسيط نضغط عليه عندنا تقريبا 23.9% هذه الأرباح السنوية يعني أرباح جدا جيدة على سبيل المثال إذا اختارنا التخزين لمدة 90 يوم لعملة STK قلنا نخزن تقريبا 250 عملة مثل ما تشوفون هنا ظهرنا التاريخ تاريخ الاكتتاب رح يكون يوم 3-5 تاريخ القيمة اللي يبدون يحسبو لك المكافآت يوم 4-5 وتاريخ النهاية اللي هو 2-8 الفائدة المقدرة هي ربح 14 عملة STK نسبة جدا جيدة ونسبة جدا كبيرة خلال فقط 90 يوم طبعا إذا كل ما زيدت عدد عملاتك كل ما تربح أكثر أيضا عندك هنا الاشتراك التلقائي بحيث أنه من يخلص الاكتتاب هو مرة ثانية يدخل أوتوماتيكي ويكتتب من جديد في هذا المنتج طريقة الاشتراك في الاكتتاب جدا سهلة فقط تضغط على تأكيد رح تكون أنت مشترك في هذا الاكتتاب طبعا هاي الفائدة المقدرة هنا تظهر لك اللي هي هاي خلال فقط 90 يوم يعني مول سنوية تظهر لك خلال 90 يوم رح تحصل على 14 عملة STK نروح نشوف جدا سعر عملة STK مثل ما تشوفون هنا سعر عملة STK هو 78 سنت إذا اختارينا 14 ربح يطلع لك ما يقارب 11 دولار وإذا كل شيء يعني ما مسوي فقط مخزن عملاتك طبعا عملة STK تعتبر من العملات الجيدة اللي يرتفع سعرها كل ما زيدت عدد العملات اللي يتخزنها كل ما تأخذ أكثر أرباح هذا كان نموذج بسيط تقدر تخزن عملات أخرى على سبيل المثال سولانة مثل ما تشوفون هنا محجوز لمدة 120 يوم وتحصل على 7.5% من عملة سولانة يعني أيضا نسبة جدا جيدة عملة سولانة عملة قوية أيضا طبعا هنا الاستثمار التلقائي هذا شيء يعني تخلي أوردر كل أسبوع على سبيل المثال تشتري بعشر دولارات وتعوفها تخزنها في المنصة لحد ما يرتفع سعرها طبعا هذا فيديو بسيط عن الربح من منصة باينانس رح نتكلم بفيديوهات أخرى عن طرق أخرى للربح من هذه المنصة تقريبا كان هذا كل شيء لا تنسى دعم القناة بلايك وكومنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مع السلامة ترجمة نانسي قنقر